وبعدين طلعوا لك في نظرية الهلوسة إنه كل الناس اللي شافت كلها عندها مرض نفسي طب اسأل طبيب نفسي في الموضوع بقولك استحالي إنه 500 واحد كله نتهلوسه في نفس اللحظة في نفس اللحظة في نظرية كمان عايزة يعني أختم بيها الفكرة بتاعتنا اللي هي نظرية إن المسيح فعلا صلب ودفن والله أقاموا أو الله رفعوا في واختلف العلماء المسلمين ما بين إن المسيح مات سبع ساعات لتلات أيام اللي مات ورفعوا في نفس اللحظة واختلفوا العلماء في تفسير الآية كل العلماء بيختلفوا على تفسير نفس الآية اللي هي في صورة النساء وطبعا أنا عايزة يعني أعمل تصوير كده هوت للمشاهد لو أنت قدامك محكمة والمحكمة دي فيها شهود والشهود كل واحد بيقول قصة شكل والنقيد الناحية التانية إن فيه أربع أناجيل أربع بشائر بيقولوا نفس القصة بنفس التفاصيل هتصدق مين في المحكمة الطبعية المحكمة الطبعية أما بتلاقي تناقض ما بين الشهود بتلغي شهادتهم كلها صح فبالتالي إحنا عندنا إثبات واضح من خلال الأناجيل الأربعة وكل أعمال الرسل ورسائل بولس وكل العهد الجديد بتكلموا على قيامة المسيح وده كان حاجة أساسية وتاريخيا وعلميا